ليه سيف جعفر تم استبعاده من قائمة نادي الزمالك لمبارات الأهلية؟ طيب ما تم إعلانه أو ما تم تداوله أن استبعاد سيف جعفر جاء بسبب فني أنا بقول لك يا كريم أن استبعاد سيف جعفر جاء بناء على غضب كبير جدا من جوزي جوميز بسبب أداء اللاعب في مبارات الداخلية مبارات الداخلية جوزي جوميز انفعل أكتر من مرة على دكة البودلاء بسبب أنه هو بيحتفظ بالكرة كتير بيحاول المراوغة بشكل كبير الكرة بيفقدها عدد كبير جدا في المباراة وبالتالي تم استبعاد سيف جعفر من مبارات الأهلي كنوع من أنواع أرصة الودن وبالمناسبة برضو تم عقد جلسة بين أحمد مجدي المدرب المساعد لجوزي جوميز وسيف جعفر عشان أحمد مجدي يهدي اللاعب شوية لأن اللاعب الحياة انفجر غضبا طبعا بسبب أنه كان عايز يأخذ مبارات القمة لكن استبعاده جاء بناء على مستوى الفني الضائف في مبارات الداخلية والدليل على كده كريم أن أول تغيير للزمالك أمام الداخلية كان سيف جعفر في ديارة 46 وحل بدلا منه طبعا مصطفى شلبي طيب